عقب ذلك قام رئيس السيسي بجولة تفقدية في مجمع الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية واستمع رئيس السيسي خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات حيث يشمل المركز 29 معملا متخصصا ومنظومة تعقيم المركزية وتم إلحاق مزرعة بحثية به على مساحة أربعة أفدنة اشتركوا في القناة